هدد غلام إيجاه المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية بقمع أي مظاهرات تخرج ضد النظام وأكد إيجاه أن الهيئات القضائية والأمنية ستتصدى بكل حزم لأي جماعة أو فرد يخرجها اتصام واحتجاج ضد النظام تهمن المحتجين بتعمد إثارة التوترات التي يعتبرها جزءا من الحرب النفسية الأمريكية ضد إيران وعتادت السلطات الإيرانية اتهم المحتجين بالعمل ضمن مؤامرة خارجية ويواجه النظام موجة مستمرة من الغضب الشعبي ضد سياسته لم تتوقف المظاهرات في الشوارع الإيرانية منذ واخر ديسمبر الماضي